30 يوم في رمضان خلصوا وخلص معاهم مسلسلات كتير جدا ولكن اهمهم كبالنسبالي كان مسلسل الاختيار حقيقي الاختيار نور حاجات كتير جدا عندنا كمشاهدين وعند الشعب المصري والعربي اهمية جهاز الشرطة في الحفاظ على امننا وسلامتنا والامن القومي وتفاصيل كتير جدا ويمكن خلال احداث الاختيار اتنين حقيقي ناس اتصدمت انه قد ايه كان رجال الشرطة ورجال الامن الوطني ورجال المخابرات والدولة بشكل عام كانت بتحارب مين؟ كانت بتحارب جامعات مسلحة واعتقد كان واضح جدا دور المخابرات لبعض الدول المعادية اللي احنا تقريبا علاقتنا بيهم مش كويسة وما فيش ناس كتير كانت فاهمة يا ليه مصر على علاقة مش كويسة ببعض الدول وليه كان فيه مشاكل بيننا وبين بعض الدول اعتقد خلال احداث مسلسل الاختيار اتنين ظهر جدا تدخلات خارجية كتير جدا حتى لو ما تمش ذكر اسم الدولة ولكن الحدق يفهم زي ما بيقولوها في اخر المسلسل تم الاعلان عن الاختيار ثلاثة وانا هقول امنيتي ونفسي في الاختيار الثلاثة ده يكون عبارة عن ايه؟ انا شايف ان الاختيار الثلاثة ده لازم يكون عن الاعلاميين وهتقول لي ليه؟ اقول لك ليه الاعلاميين مش المزيعين فقط اللي انت بتشوفوهم على الشاشة ولا المرسلين برضو اللي بتشوفوهم على الشاشة الاعلاميين هم كل العاملين في مجال الاعلام اختاروا برضو يكونوا في انا ابتجاه اختاروا يكونوا في مصلحة الدولة وان امن الدولة واستقرار الدولة يكون الهدف الرئيسي ولا لا سواء كان من رؤساء تحرير سواء كان من معدين سواء كان من مخرجين من مصورين من غيره خلي بالا بعد تلاتين ستة في اعلامين كتير جدا سابوا البلد ويمكن اشهرهم محمد ناصر ومعتز مطر وغيره 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 طيب هل معتز مطر ومحمد ناصر كوظيفة مزيع هم بس اللي اختاروا يكونوا خينين للدولة هم بس اللي اختاروا يكونوا ناس ضد النظام وضد الدولة وضد فكرة ان احنا نحارب الارهاب او نقضي عليه تماما لا محمد ناصر وراه كتيبة سواء كان الكتيبة دي في شكل رئيس التحرير اللي بيكتب له هو برضو رئيس تحرير دختار ان يروح في شكل انه معد وراح معايا بشكل مراسل راح معايا في شكل شخص موجود في البلد عبارة عن مصدر ليه بيبعث له معلومات وبيبعث له اخبار وخلي بالك انه الاعلام سلاح قوي جدا لكشف الحقائق والقضاء على الارهاب ومحاربة الارهاب وغيره كتير جدا من الاعلاميين في الفترة اللي فاتت اللي هي مثلا 3-4 سنين او اكتر كان فعلا عندهم مشكلة في التوظيف يعني ومزال يمكن يكون ده موجود الشغل في الميديا بقى صعب جدا وبقى مش موجود وبقى يعني في بيوت كتير اتأثرت من الاعلاميين وكتير من الاعلاميين اللي اتأثرو دولهم على كفاءة عالية جدا سواء كان مخرج سواء كان مصور سواء كان موزيع سواء كان معد ايا كان التخصص بتاعه ايه بس كفاءتهم عالية جدا ولكن برغم الظروف المالية او الظروف الوظيفية اللي تحط فيها محدش فيهم ضعف مع ان لو انت في الفترة دي كنت بس قلت انا عايزة سافر تركيا او قطر او اي دولة ضد النظام المصري وضد الاستقرار المصري كان هيرحبوا بيك على طول ومش بس هيرحبوا بيك كان هيتطلعوك ضيف وينجموك ويعملوا معاك اللي انت عايزه خلينا نقول يا جماعة ان الاعلام سلاح قوي جدا وسلاح حساس جدا وسلاح بيساعد بقوة جدا في استقرار الدولة وتوصيل المعلومات الحقيقية للناس حتى لو تشتمنا مفيش اعلامي ما تشتمش سواء كان في عهد الاخوان او في غير عهد الاخوان مفيش اعلامي ما تقالش على انه بيطبل او انه او انه لكن في الاخر زي ما كان من نسباله خلال احداث الاختيار اتنين او الاختيار واحد كنت عملت تصدم بالمعلومات ومش مصدق اللي حصل ده صق وتأكد انه برضو في مجال الاعلام لو تفتح المجال ده او تنور المجال ده للناس وبقى الاختيار ثلاثة او بقى جزء من الاختيار ثلاثة صدقني هتكتشف برضو ان فيه كمية اسرار في الاعلام لو كانت مشيت بالطريقة اللي الاخوان عايزنا كان حصل مشكلة كبيرة جدا في البلد كرسون طيبين واتمنى الاختيار ثلاثة يكون من نصيب الاعلام شكرا